ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا في الأستوديو الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد الناصر العوذلي سيد عبد الناصر مساء الخير مساء بداية يعني الآن كما تبعنا في تقرير برأيك ما مدى قبول الحوثيين وإيران بخارطة السلام غير المعلنة وما هو الرابط بين الحنق الدولي ضدهم أولا عندما نتكلم عن موضوع السلام على هذه الجماعة نرى أن هناك يعني بعد من قبل هذه الجماعة لمفاهيم ومبادئ السلام المستدام وبالتالي يعني ما يدور اليوم من مفاوضات ومن اتفاقيات ومن أمور تحدث من تحت الطاولة وأحيانا تصعد إلى السطح ولكن لم تفهم إلى اليوم يعني ما هو السلام الذي يتم إنشاءه ويتم المضيق ودوم التحقيقه هل هذا السلام يحقق ضموحات الشعب اليمني هل هذا السلام يستعيد الجمهورية هل هذا السلام يستعيد الدولة المدنية هل هذا السلام ينطلق من الثوابت ومن الاستراتيجيات للشرعية أو المبادئ الثلاثة التي أكدتها الشرعية هناك طبعا مفاوضات بوساطة عمانية ودفع بالحوثيين إلى موضوع السلام ولكن هذه الجماعة هذه مشروع سلالي ومشروع عقدي ومشروع ينطلق من الحوزات الصفوية وهناك دفع إيراني للجماعة الحوثية الجماعة الحوثية هي أداة من أدوات إيران في المنطقة العربية مثلها مثل الحشد الشعبي مثلها مثل حزب الله في لبنان مثل بقية التكوينات الشيعية أو الإيرانية الموجودة في قلب الوطن العربي والتي تحاول إيران من خلال هذه الجماعات أن تعصف بالوطن العربي وأن تتغلغل في عمق الوطن العربي وتقيير استراتيجية الوطن العربي أو حتى أيضا تقيير الحكومات كما حصل في اليمن وكما يحصل اليوم في لبنان وفي أيضا في العراق اليوم تنفذت إيران وبالتالي أنا أرى أن السلام مع الحوثيين وهم يحملون الأجندة الإيرانية بعيد لأن حقيقة عندما ننظر إلى إيران وأهدافها منذ ثمانية وسبعين إيران تنطلق انطلاقه من خلال الثوابث التي رسمها الخميني في ثورته التي أسميت بالثورة الإسلامية في ثمانية وسبعين والتي كان من أهدافها التقلغل في الوطن العربي وتشيع الوطن العربي ورسم الهلال الشيعي الخصيب طيب سيد عبد الناصر ما هي رؤيتك للتسريبات المتداولة حول تسوية التي تقدم للحوثيين مقومات أو تقدم لهم مقومات الاستقلال كسلطة طائفية بعيدة أولا ما يتم اليوم من منح الحوثيين بعض الامتيازات أنا أعتقد أن هذا يتجاوز ويقفز على دماء الشهداء على مدى ثمان سنوات حقيقة نحن اليوم أمام واقع مرير وبالتالي اليوم الحوثيين عندما يحصلوا على كل هذه التنازلات وعندما تفك أو تفتح لهم المنافذ البحرية والمنافذ الجوية والبرية ويحصلوا على كل هذه التسهيلات في المقابل الآن هناك أيضا تسهيلات إضافية في ميناء الحديدة طبعا هنا أكثر من 15 سفينة التي دخلت يوم الثلوث إلى ميناء الحديدة مطار صنعاء ستدشن من خلالها أكثر من 6 رحلات يوميا إلى العالم وبالتالي أيضا تجاوزت الرغابة التي كانت تفرض على هذه سواء عبر الميناء الدخول السفن أو الرحلات الجوية هذه الامتيازات التي يحصل عليها الحوثي أنا من وجهة نظري أنها تشرعن لهذه الجماعة وأنها تعطي هذه الجماعة الديمومة والبقاء وأيضا فرض سياستهم إذن في هذه الديمومة والبقاء كما أنت تشير إليها مع هذه التسهيلات التي تحصل عليها هذه الجماعة ما نصير الدولة الآن؟ نحن اليوم أمام مفترق طرق عندما ننظر أولا إلى التحالف العربي الذي انطلق في أولى طلعاته في 26 مارس 2015 وانطلق من مفاهيم ومن مبادئ استعادة الدولة اليمنية وهو هزيمة الإنقلاب الحوثي وصد المشروع الصفوي على مدى ثمان سنوات عصفت هذه الحرب بقينونة اليمن عصفت بمقدرات اليمن عصفت بالبناء التحتية شردت الملايين وجوعت الملايين وبالتالي اليوم بعد ثمان سنوات من الحرب التي عصفت باليمن ندخل في حوار مباشر مع هذه الجماعة الإنقلابية ونعطيها الصفة الشرعية والحوار المباشر أيضا والعجب الذي نحن نتعجب لها أنه اليوم الحوار مباشر أيضا ما بين المملكة العربية السعودية والحوثيين والمملكة يفترض أنها الراعي للتحالف العربي والداعم الأساس أو الرئيس للشرعية اليمنية والشرعية الدستورية اليوم هناك إفساح مجال لهذه الجماعة بالتمدد وأيضا إعطاءها يعني كما أصرفنا أدي مموه للبغاء كسلطة أمر واقع هذه الحوارات التي تجري مع هذه الجماعة تؤسس تأسيس لدولة طائفية لدولة على غرار حزب الله في لبنان أنا أخشى أننا نصل فيما بعد إلى أشبه ما حصل للبنان في الثمانينات وهو اتفاق الطائف تقسيم السلطة لثلاثة محاور ونصل إلى مرحلة تفتيت للدولة اليمنية وعدم قدرة اليمن على أن تنهض النهضة التنموية وأن تكون دولة ذات سيادة بل ستقسم السلطة على ثلاثة محاور ربما أو أكثر من ذلك وهذا يضعف الدولة اليمنية أيضا سيدة عبد الناصر هناك ضبابية في المواقف السياسية والعسكرية أيضا داخل اليمن في ظل انتظار إشهار وثيقة السلام الأبرز في تاريخ اليمن يعني لو تحدثنا أكثر حول الموضوع وضعنا في السياق هو يا عزيزتي السلام يعني مع هذه الجماعة أنا من وجهة نظري أن نصل إلى مراحل من العبث أولا العبث باليمن بشكل عام سواء على المستوى الشعبي أو الاقتصادي أو السياسي هناك يعني محاولة لاختزال الدولة اليمنية ومحاولة إلى يعني إبغاء اليمن في وضع اللادولة وفي وضع الفوضى ما يقري اليوم أنا لا أعتقد أنها محادثات أو مباحثات سلام ترسي يعني دعائم سلام مستدام يحقق طموحات الشعب اليمني بل اليوم أنا أرى أن هناك محاولة لجر الحوثيين إلى مربع الحوار الحوثيين على مدى ثمانة سنوات نعم محاولة جرهم إلى مربع الحوار وتظل إيران تستمر في تدفق السلاح وإصرارها أيضا على هذا التدفق يعني ماذا يشير هذا يعني؟ أولا عندما ننظر إلى إيران كداعم رئيسي لهذه الجماعات سواء في اليمن أو في الوطن العربي بشكل عام نحن نرى أولا أن هناك غفلة عربية حتى من النخب السياسية التي تحكم الوطن العربي منذ ثمانية وسبعين تتعامل مع إيران دبلوماسيا وسياسيا بينما إيران تتقلق الفكريا ومذهبيا وطائفيا وبالتالي اليوم حتى وإن جنحت إيران أو دفعت بالحوثيين إلى السلام إيران تدرك إدراك كبير أن هذه الجماعات تسير وفق أجندة إيرانية وتمضي قدما نحو تحقيق أهداف الثورة الإيرانية وبالتالي الإيران كما يقول المصري ما ليهدها من جماعاتها التي تحركها في الوطن العربي سواء في اليمن أو في لبنان أو في سوريا أو في العراق وبالتالي إيران تدفع بهذه الجماعات بحسب مصالحها حتى عندما تدخل إيران في مفاوضات عبر الملف النووي وعبر يعني أيضا انعكاسات الحرب الأوكرانية الروسية على منطقة الشرق الأوسط هذه الضغوط الأجنبية التي تأتي لإيران وتحاول أن تعز إيران بأن تدفع بالحوثيين للسلام إيران تتجاوب نوعا ما مع هذا الدفع الدولي ولكنها أيضا تعلم جيدا أن هذه الجماعات مهما دخلت في أي سلام ومهما تحاورت مع الأطراف الأخرى هي في الأول والأخير تعبر عن الإرادة الإيرانية وتنطلق من الثوابت والاستراتيجيات الإيرانية نعم إذا كانت إيران هي من تهدد المنطقة والعالم لماذا لم يتم اتخاذ أي قرار عسكري ضدها بالرغم المحاولات لمدة ثلاثين عام لجريها إلى المشاريع السلمية ولا فائدة أنا أقول لك أولا إيران تنطلق من مبادئ استعادة القومية الفارسية في الوطن العربي منذ 1978 ومنذ أن وصل الخميني إلى سدة الحكم أنطلق بأهدافها بثورتها التي أسميت بالثورة الإيرانية نحو استعادة المجد الغابر للإمبراطورية الفارسية ونحو تقويض القومية العربية واستنهاض القومية الفارسية في الوطن العربي للأسف الشديد أن هناك مطايا عربية في الوطن العربي استضعت إيران أن تتقلقل في هذه الجماعات وأن تؤدلجها وأن تنطلق من خلالها لاستعادة قوميتها إيران كما أسلفت لك في حديثي تتعامل مع الوطن العربي بشكل عام وليس فقط اليمن تتعامل طائفيا تتعامل مذهبيا تنطلق من خلال أيضا التغذية والشحن الفكري بينما الحكومات العربية في تعاملها مع إيران تنطلق من الثوابت السياسية والدبلوماسية وتتحاول اليوم في إيران عندما تنظر إيران إيران لا يوجد فيها مسجد للسنة بينما في الوطن العربي إفساح المجال للجماعات الشيعية بأن تمارس كل عقائدها وأن تمارس كل طقوسها الدينية بأريحية وبالتالي هناك عجز وهناك قصور أيضا في التعامل مع إيران إيران تعدد إثني وعرقي إيران مجموعة من العرقيات ومجموعة من الإثنيات في التكوين السكاني الإيراني وبالتالي ما استطاعت الحكومات العربية أن تتقلقل في هذا التكوين الإثني وأن تحدث خللا داخليا كما استطاعت إيران أن تتقلقل في الوطن العربي وأن تحدث خللا في التركيبة السكانية في الوطن العربي وأن تستغل الجماعات الشيعية وأن تؤدلها وأن ترسم لها الاستراتيجية وتنفذ أجنداتها هنا العجز العربي في عدم القدرة على مواجهة إيران في عدم القدرة على الذهاب إلى العمق الإيراني في عدم القدرة على مجابهة إيران بنفس الأدوات وبنفس السلاح كما تستغل إيران هذه التكوينات السكانية المؤدلية فكريا الحكومات العربية ما زالت في مراحل الصد وفي مراحل الدفاع ما استطاعت أن تتغلغل وتهاجم إيران من الداخل وتعبث أيضا كما يعني تعبث إيران بالداخل العربية أن تعبثها أيضا بالتركيبة السكانية في إيران رغم تعدد الإثنيات في إيران والعرقيات والقوميات الموجودة في إيران العرق الفارسي يشكل من التركيبة السكانية 30% فقط من تعداد السكان من ديمغرافية إيران يشكل العرق الفارسي بينما هناك عرقيات وإثنيات وقوميات متعددة هناك الأكراد هناك التركومان هناك البلوش هناك يعني الأذريين هنا يعني مجموعي ومع ذلك عجزت الحكومات العربية أن تواجه إيران بنفس أسلوب إيران المتقلغل في العمق العربي هذا أنا أعتبر موجهة نظري أن عجز عربي في عدم القدرة على موجهة إيران بنفس أسلوب إيران التفتيتي من الداخل نعم إذن سيد عبد الناصر العودة للكاتب المحل السياسي أشكرك جزيلا شكرا على حضورك هنا معنا في الاستوديو وعلى كل هذه الإضاحات ونقاش معك شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم والسعادة المشاهدين